يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة برنامجكم من أسف عدم الإزعاج أبي الناس أو شيء شوية يعذروني اليوم شوية صحياً مو بشكل يعني لايق يعني حتى لدرجة أن بغيت يعني الحلقة هذه ما أطلع بس إن شاء الله يعني نقدم حلقة موفقة بس رح أغيب طبعاً أسبوع ديالي أنا عندي مراجعة صحية وهذا وما أقدر أقنسلها أكثر من شيء وعلى أن نلتقي إن شاء الله في السنة الجديدة ب2015 بحلقة جديدة الله إن شاء الله يحفظوا الجميع وإن شاء الله أتمنى لكم أيام مفرحة خلنا تحكي أو شيء أشكر صالون أرت ستايل على الميكب اليوم والشعر خلنا تحكي عاد فيه أشياء اليوم وايد فيه عندي مواضيع بس في البداية رح أبتدي مع المواضيع اللي قبل الصحافة بس أنا أحب أن نوني الشغلة يا جماعة أنا مثلاً ما تحكيت عن الفنان الكويتي الشاب اللي نصب على فتاة إماراتية بمبلغ 140 ألف درهم طبعاً أنا قلت أول حرف لكن ما أسمع أن أحد يدش عندي في الإنستغرام أو تويتر ويكتب لي أسامي ماشي أنا قاعد أعطيه مجال لآخر لحظة إنه يمكن يصحى ضميره يمكن يصلح الخطأ ممكن يعني يدارك يرد فلوس البنية وأنا يعني نسمع قلت لكم أنا عندي يعني صورة من الوصولات تحويلات لكن أنا ما قدر أنزلها مو خوفاً عليه خوفاً على البنية سمعتها دايماً أحط باعتباري سمعة البنية البنية اللي سمعتها تضرر يعني وأنا ترى على فكرة أنا عرف عنه أشياء كثيرة ترى على فكرة عنده وايد سوابق من هالنوع نصب واحتيال ونعيش على أفل حريم لكن يعني كنا على النطاق ضيق يعني كنا في الكويت بعدين كمنا لأ السالفة لما تنتقل إلى دولة بعد مجاورة قاعد يعكس صورة الفنان الكويتي برا بشكل سلبي يعني لا يعني شوية ارحم نفسك ورحمنا وأنا يعني السالفة صارت فيها يعني ما صار أوه يمثل روحة بس لا يمثل الدولة كلها وباتشر يعني كفنانين كواحد من الناس يقول لك يلا يقول لك الثمرة الخايسة تخيص الصندوق كلها فأوه نفس الطريقة فأنا يعني بدام اسم ما قلته في الحلقة ما راح أقوله حتى بعد الحلقة لا في ميسج ولا راح أقوله لا في تويتر ولا في انستجرام فلا حديث يسألني ولا حديدش لي يعطي أسامي أوكي ماشي خلنا تحجي عن الأخبار التي قبل الصحافة طبعا هذا الخبر بخصوص طبعا حصري بخصوص بالقيس فتحي وشجون طبعا بالقيس فتحي تواجدت في الكويت لسبوع الإطاف قد وصورت كليب جديد حقها مع المخرج خالد الرفاعي وطبعا كان يشاركها فيه مو بس الفيديو كليب هذا شجون شجون مثلت فيه إلى جانب طارق العلي هند لبلوشي حمد أشكلاني مبارك المانع يعني مجموعة كبيرة من الفنانين يشاركون بالقيس فتحي في الكليب القادم والذي سوف يتم إطلاقه على الفضائيات الشهر فبراير قادم نتمنى أهم جميع التوفيق ونتمنى حق بالقيس فتحي يعني التوفيق ونتمنى أن يكون كليب موفق نفس كليب يا مجنون اللي سويته مع حمد لعماني وأيضا كان من إخراج خاد الرفاعي قبل سنة تقريبا نتمنى أهم التوفيق أكيد وعموما ترى خاد الرفاعي من النوع يعني من المخرجين اللي عنده قدرة عن النجاح سواء في الفيديو كليب في الإعلام في الدراما يعني أنا خالد دائما أنتظر جديدة خاد الرفاعي من خلال الدراما لأنه يمتلك حرفية أعتقد أول مؤهل بنسبة كبيرة بعد محمد دحام في الكويت إنه ياخذ الحرفية بالإخراج وتناول الشخصيات والعمل عن نص ترى أغلبهم المخرجين اللي يأخذون من الأعمال ترى ما يشتغلون عن نص إلا تقريبا محمد دحام حاليا وبعض يمكن القفاص شوية بسموه في الكويت برد فخاد الرفاعي صراحة أتمنى للتوفيق لأنه إنسان وايد مجتهد خلنت حج شعاد عن بعض الطلات حق بعض الفنانين في مهرجان دبي مستقربة مهرجان دبي ويتطول الصراحة حسنة ناش دعوة طول هالفترة يعني فترة طويلة بس عموان خلنت حج عن طلات الفنانين ويارت الجماعة في مهرجان دبي يرتبتوا لي هالصورة أو شيء طبعا هالصورة لبلبة مع ريم ارحمة طبعا أنا عجبني لبس ريم ارحمة يعني عموان في كل الأيام كان جيد إلا اللهم يعني ريم يمكن في عندها صورة مع أمل عوضي وما دي بعد منو كانوا ياهم كان في يخت كان قاعد يصورون بس يمكن خانها الطول طول الفستان فقط ولا كان هو من فوق هو من نوع شنل وايد حلو كان جميل وأنيق لكن شوية قصير نوعا مارين بس بالنسبة يعني لبلبل اللي أنا استغرب يعني إنسانة لها مكانتها وعمرها أيضا سواء الفني أو حتى شخصي يعني يعني ما لا داعي هالقصر والفخوذ طالعة والسيقان طالعة يعني ما لا داعي يعني ما تناسب بالطلة هذي عمرها اللي بعده حطوا لنا الصورة اللي بعدها طبعا بثينا الرئيسي يعني عموما كل طلاتها كانت موفقة بس هذه طبعا كانت الأقرب يعني من ناحية اختيار الألوان كان وايد موفقة فيه التسريحة الميكوب كان وايد جميل عليها بسيط وبنفس الوقت أنيق وايد واعتقد أن حتى بالأيام التالية كانت حتى أزياءها جدا جميلة الأبيض شفتها مجموعة يعني لبستها أماتا في هذا المهرجان كان وايد رائع اختيارها حق الأزياء اللي بعده نطالع الصورة طبعا هذه صورة يعني أنا أقول حق داود حسين نجمنا الكبير يرتثبتوا ليها يعني أقول له يا حيف يعني الصورة هذه ملايقة فيك نهائيا كنجم قليجي وتحديدا كويتي يعني هذه الصورة يعني رشا أمين حضنته وهو في كامل ابتسامته حتى اللي هي يقول لي والله ما يمكن حضنته هو توهق إزا مؤيدة وراء ظهرها يعني يعني جارها صوبة فأعتقد الصورة هذه غير لائقة في إنسان لمكانه اجتماعية وفنية ومشوار طوي لنفس داود حسين ونجم يعني كويتي إحنا نفتخر في هذه الصورة من هالنوع يعني بالنسبة لنا مخجلة لأنه مخلوة يعني صراحة يعني أمام عدسات الكاميرا وهذه اللقطة الحميمية جدام ألف ومليون شو واحد صورها أعتقد يعني مو لايقة عليك يعني بو حسين إنه هاذ الصورة نفس الشديد تهز نوعا ما إنما كانه أو إنه يعني الإنسان ما ياخد صورة يندم عليها بعدين في فترة لاحقة اللي بعده طبعا هاي كانت طلت أمل العواضي أمل العواضي كان عندها عدة طلات بس أنا إنه فنوف هاد صار واجع جيبني حقها أو شي لأنه صار كأنه من فوق قصير ومن تحت طويل هو عموما يعني هي أمل العواضي عندها ستايل بزياءها يمكن هي شوي جريئة وعمرها قاعد يعطيها المجال إن هي تلبس هالأشياء بس أنا ما أعتقد إنه هذه يعني وأنا حتى أذكر ما يبتع حتى في نأسة فعدها من الزعاج سألتها أنه الناس تقول إنه أنت وايد تبالغين بلا زكاة أنا قاعد ألبس بالنسبة لعمري هي قد يجوز هذا الحقية في هذا الشيء لكن يعني أنا أعتقد إنه نفنو في نفس هذا أمل ما راح يريحك يعني خصوصا إنه أنت بالمشي ما راح يكون مريح لوه جماله جمال فستان هذا إنه يكون نفس ما أنت مسويته بالصورة مفروض لكن لما تمشين وتوقفين شكله مو حلو لأنه صارت يصير كنة منثر تحتك مو واضحة حتى إنك شمالته بس عمي عجبني نفنو في الكهنة لابسته بالأبيض كانوا وايت جميل اللي كانوا يا حمد العماني ومجموعة في دبي أمانة بس يعني الواحد يلبس في المهرجان شيء جميل وأنيق وبنفس الوقت إنه يكون عملي إنه يريحه هذا طويل من جدامه من وره ومن الجنب وهذا راح يعني عقوت شنو يعتها فما راح يكون مريح واعتقد فعلا إنه ما أعتقد إنه ارتاحت وايت فيه بالحركة بس هو عمات نفنو في جميل وحتى لو قلنا تحفظ عليه هي أمل قلنا إنه هي عندها اعتبار أنا ألبس بما يناسب عمري على قل الرحم من لبلبة يلا خلصنا هذه من ناحية الصور قلنا تحجي عاد عن شيء أنا شبته نوم اليوم على الغطاف طبعا ويقام الدحماني ويقام الدحماني هي مغنية يمكن ممثلة أحيانا يجوز طبعا أنا انتقتها مرتين مرة كان في مهرجان دبي قبل سنتين وشوي الاخت كانت طالعة لابسة نكنوف أخضر الشق واصل يمكن لما البطن نحس يعني ما لا داعي يعني إحنا خلنا تحجي يعني أنت يا ويقام هذا أكيد أنت مرأة جميلة هذا ما في حد يناقشه لكن أنت شون طرح نفسك فنيا هذا عاد لنا إحنا النقاش فيه أنه اللبس ما كان مناسب يعني أنا أعتقد محترامي للشديد هذا النفنوف يلبس ياه في عرس الشق هذا يعني ويكون عرس إنسائي بحت أو يعني أو واحد يكون في ناية الكلاب مالها ليلي لكن النفنوف تذي لأ مهرجان سينما لأ صراحة عموما هذا كان أول نقد ثاني نقد لما سوت تلب ويش يسوي ويش يسوي أنا اعتبرته إنه هو عرض كأنه عرض استريبتيز طبعا جسد ولابسه لبس من فوقها لتحتها لحمي وقاعدة تتقلب على الرمال ويرقصون وهذا ويعني كان خادش لا وهي تقول مو ما كان لها الدرجة إنزل أي درجة ويقام أنت تعتقدين إنه هو خدش وثاني شي هي طلعت قبل أسبوع على الفضائية المغربية برنامج رشيد شو طبعا وقالت قالت أنا يعني وبعد الله يهدك يعني أنت رشيد قاي أنا أنا شرفني إنه أنت تحسبني على دولة الإمارات عموما يعني دولة الإمارات دولة شقيقة وأحنا نحبها وأهلنا يعني يشرفنا إنه أنت تنسبنا إليهم بس أنا اعتز بخليجيتي وكويتيتي أنا كويتيتي وثاني شي ما يصير إنه أنت يكون عندك برنامج حتى مجرد إنك تكتب إسمي رح يطلع لك أنا تبع أي بلد فأنت استغربت إنه هو نسبني إلى دولة ثانية أنا قلت أعتز بأهلنا بأهل الإمارات لكن أنا كويتية نمبر ون خليجية نمبر تو ويشرفني انتمائي إلى أي دولة خليجية لكن شنو المكتوب؟ كويتية فعموما هي طلعت هو حط لها انتقادي عليها في وش أسوي وهي قالت وهي صلحت له قالت له ميل عيدان صحفية وإعلامية من الكويت وقالت أنا يعني إذا أنا أوفر عيل هيفاء وهبي شنو؟ أوكي صاح يعني احنا قلت حجة عن ملكة الأوفر ومن ثم من تحته مو أنت وصار عندكم مثل أعلى هو هيفاء وهبي يعني ياريت يعني أنتو قاعد تقتدون في هيفاء وهبي في أشياء فنية قامت فيها صحيحة يعني جريئة كانت عندها في أشياء يعني سوت خطوات عندها في عندها شوية أشياء إنسانية وايض هيفاء وهبي لكن إحنا ما نقعد نطالع ناخذ السيء منها ونقول والله يعني شمعنا فلان ومن زي ماشي مو إحنا أنا نفس ما إحنا علمو إنا وإحنا صغار لما واحد يقول لنا فلان يعني تعلموا إن أنتو ولا تقولون أنا شمعنا فلان أنا ليش لا زي مو هذا شنو معناه يعني هذا اللي كان يقولون لنا إحنا صغار يعني أنت لقيت واحد مينون مفصخ بالشارع أنت تروح تفصخ نفسه وتمشي؟ فنفس طريقة وثاني شي قالت أشياء في لقائها في رشيد شو صراحة ما كانت حقيقية نهائيا وقام الدحماني وأنا رح أتكلم وأعقب عليها بس خلنا نشوف رشيد شو وقام الدحماني وبعدين أنا لي تعليق على ما قالته محترامي لتش أهو عدم صداقية منك؟ أغاني كليبات كليبات وكليبات 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 الناس تهمك بالإغراء وأنك يكون فيهم إثارة إثارة كثرة وشيحويش اللي ما نكترش عليك أنا شخصيا ما نقدرش ندووزهم ليس لهذه الدرجة كليبات وكليبات وكليبات يعني فيه صور شوية احتراما المشاهد المغاربة المغاربة لماذا أليس كليبات أول شي ندافع نفسي كليبات كليباتي مش خديش للحياء على فكرة إذا فنظرك طبعا كل واحد عندي حرية تفكير وحرية رأي هذا رأيك الخاص أوكي أنا بغيت نشوف واحد واحد الإعلامية واحد الإعلامية معروفة في الخليج وفي الإمارات تعتقد لانتقدتك واحد الشكل خطير واحد النقد لادع وقدرت عليك بشكل سيء بزاف ما عارتوش تياول الله قادي نخلي الجمهورك تشرف شنو قالت عليك بالضبط انتي ويقام دحماني شفته أنا قبل أيامه صدمت يعني صراحة ماقدر الرضي كله يعني فراحته حفاظا على الذوق العام للسوء اللي فيه وهو أكلب وآمد دحماني الصراحة اسمه واش يسوي لا 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 أنا الصراحة لما جبته صرت أنا فعلا أنا اللي واش يسوي يعني غناء خليجي وآمد دحماني مغربية وقاعد يعني واللبس جدا أنا مفاضح يعني حسيت إن أنا قاعدة أشوف شو ستركيز عرب للعراء وليس أغنية أو كلب وأنا رأيي إن الصراحة هذا مفرد يمنع من جميع الفضائيات لا يبد هذا الشكل ويعني من الأوبرات خانة الأوبرات لا ميل عيدان أول حاجة كنقدم لها تحية خاصة من برنامجك هي إعلامية مشهورة من الكويت وهي معتمدة في برنامج ديالها أن مش مدح الفنانات وإنما دبح الفنانات كتدبحهم مزيان وكتشوهم لغرض أن ينجح برنامجها وهذا من حقها ولكن مش بهذه الدرجة الخاطئة لأن بعض الأحيان هذه الأشياء تخدش بحياء الفنانة أو تمس شرفها وعلى فكرة أنا كنت بعت لها إيميل وقلت لها أشكرك يا مي على أنك أول حاجة تفرج تلك كليبي وتاني شيء قدرت علي بحث كامل وضيعتي ساعة ساعة كاملة ساعة كاملة وتتكلم عن برنامج ساعة كاملة ساعة كاملة وأنا نقل ساعة كاملة وقلت لها تفرج إليها حلقة تانية وتتكلم عليه أكتر وأكتر لأن هذا الشيء يزيد في شهرتي ليس كيقل أو كيمس فيه لانه في هولوود كيقولوا اي حاجة اي حاجة اي حاجة اشهار فهي مزيانا سوان كانت ايجابية او سلبية فهي دائما نصيح الفنان ما سابعتها اش قدعيا او اشي حاجة انا فرحانة جدا بشي هادا نحن نخرج من هادا الموضوع هادا ونزول هادا الفقراء التفل برنامجي هي فقرات في اي بي واللي ينصقبلوا فيها فهاد الحلقة هادا الحاجة الحمدو الشي طبعا تقيبا على ما قالتها اول شي هي قالت يعني في مرات ان انا ادش في اشياء اوكي اخدش حياء الفنانة والفنانة عادية اخدش حياء المشاهد لما تسوي كلب نفس كلبك او اعم ثاني شي ابي اعاد اعقب على شغل انت قلتي انا خصصت ساعة كاملة حق كلبك وش اسوي عشان اتكلم عنه يعني انا بس السؤال انت تخدعين نفسك ام تخدعيني او تخدعين اللي قاعد يشاهدك لسيب بسيط المقطع موجود على اليوتيوب لا يتجاوز السد دقائق يعني بس اري يعني انا لحد درجة وايت فاضية ان انا خصصت لك ساعة كاملة او خمسة وخمسين دقيقة اذا انا عند الاعلان نص ساعة شم حطت يعني حطت لك خمسة وخمسين دقيقة معناها خلص خلص البرنامج عليه شم فانا كل اللي اتكلمت عنك سد دقائق صاروا ساعة او وكل هادو ما تبيني اقول ان انت اوفر طبعا اوفر اذا سد دقائق صارت عندك ساعة فبالتالي عندش كيش انت مرح تكونين صادقة فيه للاسف يعنو ثاني شي انت ما بعثتي لي ايميل وانا تحداش طلعين الايميل اللي انت دزيتي ليه انا ايميلي موجود على الفيسبوك وعلى حتى تويتر اعتقد انت تقدرين تبعثين لكن ما بعثتي وانا تحداش اذا انت تقولين دزيتي ليه ثاني شي او ثالث شي بالاصاح انت لما تقولين انا برنامجي مو لمدح الفنانات انما لذبح الفنانات انت زين او شي قالت يعني قلتي انه لذبح وليس لمدح وزين قلتي الفنانات فقط يعني ما حطيت الفنانين كلهم بس انا بس ايج سؤال ايه انا عندي انا اعترف ان انا برنامجي مو للمدح واذا انت تعتبرين لذبح الفنانات فقوم الفنانات اللي عندهم يعني مسج مو نضيف مية في المية يعني في ناس قاعدش تاخذ من الفن ستار لاشياء اخرى وإلا قوليلي انا بس ايج سؤال اغنيتك او كلبتك وش اسوي تعالي قوليلي شنو المسج مالا كل شي في الدنيا لا مسج كل شي ما في شي من غير مسج يعني في رسالة يعني حتى كتاب كتابنا وهو القرآن الكريم لما الله نزله على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام يعطانا ان هذا هذا شنو من مسج مالا ان نهتدي الى رب واحد الى الاشياء اللي يأمرنا فيها وينهانا عنها واشياء كثيرا فكذلك تركيبة الحياة اللي بناها رب العالمين كيش شي لا مسج فانت قوليلي شنو المسج شنو مسجج وانت يعني تتقلبين على الرمال بلبس لحمي شنو المسج مالك من هذا الكلب والتلصق ويعني قوليلي واذا انا كنت اوفر بس ايش سؤال وانا غلطانة رشيد ليش ما عرضلك الكلب وش اسوي رفض قالت انا ما اقدره يعني اور المغاربة يعني هذي بلقطات لو ما في شي كان اوه اوه شي نزلت يا عنده اذا انا وجهة نظري غلط وانتي وجهة نظري صح وطبعا انا واثقة ان انتي تبين اتكلم عنيش حلقة وثانية وثالثة ورابعة وخامسة تدري ليش ما عندك شغل ويعني انا من قبل سنتين على كليب وش اسوي ما تكلمت عنيش انه بالاساس ما عندك شي ففي ناس تعيش على الاعلام في عدم وجودها في اي عمل بس فكوني دقيقة قال ايه ساعة ساعة قالك ساعة دقائق صاروا عندك ساعة ولاد الزيتي لا اي ميل ولا قاله الله ايه وانا اذبح الفن الرخيص المتاجرة بالفن من اجل اشياء اخرى لكن الفنانات المحترامات اللي قاعدة قاعدين يقدمون فن هادف وراقي قاعد نوقف معهم ليش نختلف ما في كل فنان كل شي قاعد يسويه ممتاز ولا كل شي يسويه سيء ونظرية اعتقد الاعتماد على جمال المرأة وجسدها واخراج مفاتنا اعتقدها زمن في الكليبات خلاص خلصنا منه انتي تمين تردين تراجعين لنا من اول ويديت بسياريته لما تقدميه تقدميه باللهجة المغربية لكن ان انت تقدميه تصورينه بالامارات واللهجة اماراتية واللحن خليجي وا 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 وبعدين تقولين هذا فن زين قدميه باللهجة المغربية وشوفي اذا هم يعرضوا ليشا وانا ارده اقول لو الكليب مانا ما في شي كان رشيد نزله بس في ناس بس في ناس دور طلابتها امون خلنا تحت عاد عن شي ثاني خالد بصخر هو قدم سنجل قبل فترة بعنوان نغزات الصراحة للامانة الشديدة اول مرة اسمع الاغنية زي الناس كلحن وككلمات والصراحة اجاد فيها فتمنى انت تقدم يعني اشياء تكون مناصبة حق صوتك مع انه انا هم ارد واقول خالد بصخر يعني مو مغني هو اساسا ممثل يعني يمكن صوته يمشي في بعض الاغنيات اللي تكون موجودة في عمل مسرحي عمل درامي يمكن بس انه مغني يوقف على استيج ويغني وهذا اعتقد يعني بس عموما بالنسبة للاغاني السابقة بالنسبة لي انا يعني هذي ارحم من قمر عسل يعني اللي ما ادري الكلمات مالتها من وين يايبه بس صراحة اوكي خالد بصخر اخيرا قدمت اغنية زينا خلنا نشوف اغنية نغزات حق خالد بصخر ونطلع فاصل ونرجع مع مواضيع اسخن واسخن من نأسف لعد المساج اه الحين عادي بنتكلم عن مسلسل طبعا ام تشاهد في رمضان السابق وهو طبعا مسلسل حب الاربعين في مجموعة كبيرة من الفنانين اه يعني خالد امين ونور كذلك محمد العجيمي شيلاء سبت عندكم فرح الصراف كذلك نجوة يعني في مجموعة كذلك ميس حمدان العمل كفكرة كفكرة جيدة لكن طريقة تناولها في هذا العمل كان سيئة وطبعا هذا العمل طبعا من تأذيف ايمان السلطان ومن اخراج مناف عبدال طبعا يعني يعني ايمان انتم بينه انتم سوية النص هذا حق خالد امين وكل شيء كان مسخر حق خالد امين في هذا العمل مو لخدمة اي فنان اخر ثاني والدليل ان انا كنت احس مرات في بعض المشاهد ان خالد امين هو المخج الحقيقي في هذا العمل وانا استغرب ان فيه يعني فيه وايد ممثلين انا شفتهم فيه اعمال تانية غير حبط الاربعين في نفس الدورة الرمضانية كانوا افضل كذلك شيء لا شيء لا سيب نجوة مثلا في حب ولكن كانوا افضل ومع ان انا استغرب ان اخصوصا ان مناف عبدال عنده يعني خبرة تمثيلية سابقة هو كان يمثل اوكي اوه ترى اشطر مفروض مفروض وليس كله مفروض كون حقيقة يفترض ان دائما المخرج اللي عنده تجربة تمثيلية سابقة المثل يكون هو الاقدر على توجيه جميع الممثلين اللي يكونون جدامه اللي قاعد يتناولهم في نص درامي يكون من اخراجه وهذا كان له تجارب سابقة شفناها يعني مثلا بالثمانينات الله يرحمه يغمد روح لينك هذا من القلاف هذا من القلاف هو اساسا ممثل دائما لما كنا نشوف اعمال الاخراجية كنا نحس بقوتها ليش لانه عنده توجيه ممثل عنده خبرة يعرف الاداء المطلوب في هذا المشهد وحتى على الصعيد العربي نذكر مثلا يوسف شاهين عنده خبرة تمثيلية وكان يشتغل على هذا الاساس كان يطلع ممثلين صح من تحت ايده رغم انه اخفق في نجاحه كممثل وترى اغلبهم يعني ما حق ترى مو لانه ضعاف بالتمثيل لا قبولهم بالتمثيل يصير يعني نسبته وايد اضعف من قبول اعمال الاخراجية وهو بذلك يطلع ممثلين من تحت ايده جدا ناجحين يعني يوسف شاهين طلع فنانين كثار في مصر نفس قادر نبوي وغيره وغيره فكذلك يعني كان عنده هذه الميزة في الكويت توجيه توجيه ممثل يعطيه الاحساس صح كذلك بعدين محمد دحام محمد دحام عنده خبرة تمثيلية سابقة سواء مسرحية وكذلك تلفزيونية لكن قبوله كمخرج وتقديم اعمال من اخراجه كان اعلى من قبوله كممثل فهذا يعني ما خسره لا بالعكس اكسبه قدره على توجيه الممثلين اللي يكونون يقفون امام كامرته فانا استغرب ان نحف الاربعين يعني كنا نتوقع ان يكون فيه توجيه الممثلين مخرج ممثل يكون افضل مما رأينا رأيناهم نفسهم في حب ولكن يعني كذلك خالد امين بس خالد امين انا حسيته مسيطر هناك في وما فيه توجيه يعني انا مثلا نور نور اشوفها فيه اعمال تانية يعني مثلا توالي الليل مع علي العلي كانت افضل كذلك في ساهر الليل كانت افضل من سابق سيدة البيت لمشاركة المشاركة يعني فيه توجيه نحس ان الانسان قاعد يتطور هو صحيح الموهبة الموهبة بس مو كل شي فيه يعني ما فيه احد اليوم يشتغل يكون واعي لكل اخطائه هاي منه اللي يكون واعي لكل الاخطاء اللي تصير في العمل بفرض المخرج يعرف هذا اداء اهني في المشهد هذا صح ولا مصح ثاني شي مشاهد على خمس و ست دقائق يعني يعني مشهد هذا اللي بالحمام بين شيلاء وفهد باصل يعني مشهد خمس او ست دقائق ريال مفصخ نصه مفصخ ونبين نزيف الكلة ياله توفى فيعني مشهد خمس دقائق يعني كادر واحد ثابت ما تغير ما في قطعه ما في ولا شي بس اللهم واحد داخل الجاكوزي واحد يشكاعد تبتشي يعني يعني ملل خمس دقائق خمس دقائق في المسرح واحد يقول ديالوب يزعتبر يعني ممل شون في التلفزيون ومبين انه خالد امين عنده سيطرة في العمل يمثل على راحته ويقطع على راحته لانه نبين ان الكاميرا قاعد تلحقها مو قاعد تلحق معنى منفروض اذا المشهد في اثنين لازم الاثنين ينعطالهم قطعات متوازية هو لا ثابت على تربع الوقت على خالد امين ومن ثم كل لقطة لقطتين غصب تطلع حق نور وكذلك في شخصيات ثانية ثاني شي انا بتحكي بعدين عن شغلات ثانية ميس حمدان انا ادري انت فنانة اردنية على عيننا وراسنا اهل الاردن لكن انا بتحكي عن شغله انت من نلقص عليك قالت ان هذه اللهجة لهجة خليجية انت قاعد تتحكين فيها لهجة يعني غريبة صراحة يعني انا بس اسأل سؤال يعني اذا هذا العمل كويتي كل واحد قاعد يتحكي باللهجة شون صراحة يعني حتى خالد امين خالد امين مفروض هذول الثلاثة بناتة مفروض واحد التحكي كطري واحد التحكي بحريني واحد التحكي كويتي وهو يتحكي كويتي لا مو انتو يا عائلة يا مو عائلة بس انكم متقصون علينا لا هذا مو معقول يعني خل فهم ولا مفروض انه هو من اب وام واحدين يعني الام والاب اهم اهم يعني مو متزوج مثلا وحدة بحرينية وبعدين تزوج وحدة كويتية وبعدين تزوج وحدة كطرية لا وحدة وكل واحدة التحكي بصاب ابديره اش هالغربة الصعبة داخل داخل سقف واحد يعني او تحت سقف واحد داخل منزل واحد شنو هاذ يعني انا استغرب وميس حمدان يعني صراحة لهجتك لا هي شبه اهل الامارات لا السعودية لا الكويت لا والتحكيين لهجة يعني غريبة صحيح يعني انا يمكن هذه اللهجة تمكن بداوت اهل الاردن انا ما عارف صراحة علي هنا as it came in بس ك BRAST مش ذراك يعني هني حسيت شين الناس بضبطة حسنا ام كالثوم تطلع له واتقول بشر وقول يا زين وش تقول العين للعين يعني شنو هاللهجة ابس السؤال شنو هاللهجة يعني مفرض انت تمثلين اي بلد في هالمسلسل يعني شي صعب بدليات للستر يعني شي غريب يعني مشكلة حتى المخرج لازم يوجه من ناحية اللهجة لازم يكون عنده ذكاء اخراجي انه هو يقرر انه شون او ما ذا رح يتكلمون يعني حتى مفروض بتسام عبدالله بتسام عبدالله مفروض انه اخت خالد امين قاعدت تتحجى البحريني والولد كويتي والوخ خالد وصخر واحمد السلمان شون بفهم هاذ يعني هاي اشياء تكسر المصداقية بينكم وبين المشاهد ما يحس شكرا قاعد تقصون عليك خلنا نشوف ميس حمدان شوفوها اللهجة البدوية اللي تتكلم فيها تمثل اي بلد واسعفوني على تويتر او انستجرام يارا تقولولي هي هاذي بداوة او لهجة بداوة اي بلد ونكمل الحديث بعد هذا المقطع الجماعة على تويتر او انستجرام قاعد يقولولي يظهر النميس حمدان داشة جو مع نمر بن عدوان شكلها الشذي اعتقد وفي ناس قاعد تقولي لا يظهر ان ميس حمدان يعني قاعد تقول نفس اللهجة اللي كانت تقولها مونة جبر مونة جبر وفي اعتقد مسلسل جواهر يعني هذي اللهجة صراحة غريبة صراحة عندها حس ان ميس حمدان يابتها من راسها ثاني شي خنت حجعات عن اشياء ثانية في حب والاربعين او شي في اقحام للموسيقى في مشاهد مرات ما تستحق ان تتواجد فيها موسيقى الا جانب يعني انا بس السؤال خالد امين وايد ما اخذ راحته في المسلسل لدرجة ان انا شنو حاسي حاسي ان اوهو المخرج ليش يعني انا بعرف صاير قرصة من يقرص النجوة بخدها وفرح الصراف يطقها على فخدها وشيلاء في مشهد المشرحة حاضنها يعني حسستوني فيلم عربي يعني احنا مو عندنا هالمشاهد ترى الفكرة في اعمالنا الخليجية وفي حدود للرقابة يعني سواء في الكويت او في غيرها يعني انا يعني اذا انتو تروحون بالخليج تسوون الاشياء على راحتكم انا بس السؤال مو انتو الحين لما تينتطلعون مثلا دبي وانتو قاعد تصورون بها الطريقة شنو معنى يا تقصدون اهل دبي او تقصدون مثلا احنا كلهجتكم كويتي عندنا احنا ما عندنا هالتحضن بالتلفزيون يعني نفس اللي قاعد يقول الفن حلال ولا حرام انا اعتقد ان اوهو اعتقد ان اوهو حال حال اي وظيفة في الدنيا حلال يدش فيها الحرام لما يدش فيها الاحضان والتقرص اللي على الخد والطقة اللي على الفخذ هني يدش الحرام لانه مو انت تلنقل مصداقية انه انت اوبوها فلازم اه الاحضان يا بلدي لا ما يصير كذي لانه اعتقد انه عندنا السقف احنا كمجتمع نقف عنده ما نتجاوزه لانه انت بالنهاية انا ما اتحدشه سواء ان كان حتى غير الشخصية هذي خالد امين وما انكر انه خالد امين كان في يعني كارزمته ايه اللي قاعدت الناس طالع المسلسل هو نجم ما نه هذي ما في نقاش عليها ولا غبار عليها وجرأة منه انه يقدم يعني دور يكون اب حق ناس باعمار شيلاء ونجوة وفرح الصرار لكن يعني في حدود يعني صافت التحضن وهذا يعني زيادة ثاني شي يعني كحنشوف حتى في اشياء فيها جرأة حتى يعني يحط يدعه لنور يحط هذا شيء يعني خادش ووفر ثاني شي نتحجم مثل انا امانة انا وايد احب اه عبدالله عباس وناصر عباس شباب مجتهدين وايد وتعبوا على نفسهم بس انا بسأل عبدالله عباس شنو يعني اللي اضاف لك هذا الدور في حق بالارقعين ابسأل سؤال شخصية الشاب مستهتر يرقم فرح الصراف اللي هي بنت خالد امين وبعدا الابو يطيح عليها وشوي مرة زعلان منها ويطيقها وصارت لفضيحة في تصوير ونزل على اليوتيوب وهو انقهر وعاتبهم واختلف معاهم ومن بعدها نعلم عليه الشرطة وبعدها نطلعه نزل بس اسوأ يعني انا حتى اداء عبدالله استغربته يعني انا شايفة عبدالله في نفس الجليب واعمال كثيرة هو امثل فيها اما انا جيد لكن مرات كنت تحس يعني هو لما قدم شخصية الولد المستهتر يعني في بعض مشاهدة مع فرح الصراف مرات احسه كنت تحسه قاعد يقدم شخصية واحد محشش تحجه يتعلج ساعة يتعلج يطالعها اقود اقودش طقج لا طقجت انا اكسر لا ايده يعني ابس السؤال قاعد ويتعلج انزين اه ماني ماشي لما تكلميني مرات تحسه قاعد يعني شخصية مادري يا اما هي تكون شعب محشش او تكون تسوونه تشذي يعني الطريقة مو طريقة واحد عادي او طبيعي ما في انسان طبيعي يتحجب هالطريقة يعني استغرب كذلك لال عبدالله دوره كان جميل بس مرات يعني احسنا تصير السالفة شوي اوبر ثاني شي في خطوط يعني انا حسيت انه كأنه ابتلعها التنفيذ سواء كان يعني كمخرج او كالجانب العملي في هذا المسلسل يعني يعني خالد امين في بداية الحلقات ما عطاننا انطباع نهائيا انه هو الشخص اللعوب اللي يلعب على النساء والفتيات من اجل انه يدشون حياته هو يعبث فيهم وبمشاعرهم بعدين يتم استغناء عنهم وطبعا عنده شو ميس حمدان في أول الحلقات عزاس أنه يعني تدش حياته يكمل يعني حياته معها ويتربي للأولاد أو البنات فهو بعدين بالتالي نشوفها غير مناسبة لأنه عندها وائد وسواس مثل النظافة وعندها وائد أشياء يعني ما تناسبة فحافظوا على صداقتهم الحلقة تسعة وعشرين أو الثمانية وعشرين طلع لنا يا على أنه كان يلعب أو يعبث في مشاعر نور وهذا الشي اللي ما بين خلال الثمانية وعشرين حلقة سابقة وخصوصا إصرارة على أنه يدش حياتها ثاني شي في بداية الحلقات ما كانت وابحة هذه يعني بالذات الدولة اللي يصورون فيها عساس أنه يعني ما كنا عارفين هي لندن ولا باريس في بداية وهذا طبعا طبعا يعتبر خطأ لازم توضح أنت في أي بلد تقع تصور وخصوصا إذا أجنبي وهو ندري والتصوير كلك تم يعني في الإمارات يعني مشاهد هذه كانت يدشون فيها يعني يأخذون أعتقد من أي فيلم أو أي شي نزلونا فيه أوكي يعني كذلك محمد العجيمي يعني أنا أعجبني أدائه بس أعتقد مساحة الدور وما أعتقدت ناسبك يعني محمد لخصوصا أن أنت تطلع في منتصف المسلسل ثاني شيء حتى سفر نور وهجرتها ويعني خلاص تترك البلد وتسافر ورجوع يعني خالد أمين حقها مرات ما يوضح هل هذا من ضمن الذكريات أو إنه حقيقة فعلا سافر وراضاها وردوا على حبهم مو واضح لأخصوصا إذا الحلقة الثلاثين ترترباعها ذكريات فلاشباك وطبعا إحنا نعرف فنيا الفلاشباك يضعف جودة العمل تسلسلة يعني أوهو مشو ذكريات ذكر مع بناتها شون أول ما زوش تتوفت بعدين شون لما حب نور وبعدين لما جرحها وكذلك مشو بعدين مروا حد تشك بوم أوهو نور فما كانت واضحة وها طبعا شيء يحتسب على الإخراج لأنه لازم لما نوصل إحنا لحلقة الثلاثين تكون كل الأسئلة اللي تدور فيه مخ المشاهد تم وضع لها حد وضحت مو تترك مسلسل على تكههنات مع الناس معارفة الصج من الفلاشباك استغرب خلونا نشوف مقاطع من حب الأربعين ونرجع مع مواضيع ثانية من أسف هذا المساج فيه ناس طبعا قاعدشلي على تويتر والإنستغرام قاعدة لما يتكلمي عن الحب جنون حق ميسا مغربين زين مو آنة يعني ما كملت مشاهدة لما خلص مشاهدة ممكن يكون عندي رأي مختلف عنكم نهائيا يعني فمو بالتالي مو كل ما أنا أقوله من رأي يعني يكون يشكل رأي أغلبية وكذلك العكس زي خلنا تحجي عن شغلات نفس أنا شفتها في برنامج ريت كاربت طبعا اللقاء صمود صمود طبعا ما أنا متحجي عن اللقاء ككل يعني أنا ما أعتقد أن تشافنا شي يديد يعني صمود أعتقد كلام كل هذا قالتها في لقاءات سابقة لكن أنا تحجي عن شي هو يخصني البقية ما يخصني فيه ولا بأنقشه لأنه عموا الحلقة ما كانت عقودة سوريا محرزة بس أنا بتحجي عن شغلة خصني لما تحجي تحجي تصمود عن الفنانة الكبيرة طبعا ورائعة سيلة الشاشة حياة الفهد أما ذكرت أنها كان مفروض أنها تشارك في السين من الناس اللي هو بالأساس تحول لريحانة وأن حياة الفهد كان واصلها حتي وأنه ما كان أوكي وأنه راحت لها البيت أوكي نزي لا صمود وأنه ما كان الحتي مؤكد أول شي الموضوع جاء كالتالي لأنه أنا كنت داشة في الموضوع وتسأل في أم سوزان الفنانة الكبيرة رائعة حياة الفهد لأنه إيه رح تأكد على كلامي لأنه أنا كنت طرف ثالث في هذا الصراع اللي صار الموضوع بدأ مو من ريحانة أو من سين إلى الناس سين من الناس اللي كان مفروض يخرجه علي العلم المهم اللي صار كان فيه مسلسل البيت بيت أبونا كان مفروض أنه صمود شارك في العمل في البداية كان فيه أشخاص فنانين شباب اثنين يمكن أو ثلاثة كانوا رافضين تواجد صمود لكن أصرت عليها الفنانة الكبيرة السعاد عبدالله إنه هي تكون وبالتالي يعني حتى الشخصيات اللي كان مفروض تشتغل بالعمل وكانوا ضد صمود طلعوهم تم إخراجهم من العمل لأنه كانوا يعيين في نص ثاني غير البيت بيت أبونا فشنو صار بعدها في البداية وصل حق أم سوزان فنانة الكبيرة حيات الفهد كلام غير لائق في حق فنانة كبيرة تربينا على فنها نخفض لها الجبين أعطت لهذا الفن الكثير من وقتها من صحتها من جهد على صعيد كتابة على صعيد تمثيل على صعيد إنتاج لما رعطت أم سوزان فلما تيلها الأقاويل من أن فنانة بحجم صمود عمريا ما تحجى عن أي يعني واقع عملي أو نجومية أو هذا أنا قاعد حجى عن عمرية يعني بذاك الوقت كان عمرها يمكن 21 أو 22 سنة 22 سنة أو 21 سنة طبعا تاريخ أم سوزان أكبر من عمر حتى صمود فحزت بخاطرها أنا مدام تكلمت عني في مكتب مشعل الذاير وتم نقل الكلام على لسان هدى صلاح إلى الفنانة الكبيرة حياتي الفهد فرفضت أن تتواجد صمود دخل عملها واذا حقا يعني أنا ميلي شخص ممكن كلها راي فيني لكن أنه يسيء لي ويسبني وهذا وآنا لا من حقي أنه أرفض وخصوصا إذا على صعيد شخصي والكامل وصل حق أم سوزان كأنه نوع أنا ما يهمني أنا حتى لو هي ما تبيني راح أكون موجودة في هذا العمل أنا تدشيت بالصلح ما بينهم وأنا أقول شاهدة أنا ما أنتظر شهادة حق من صمود لأنه محترامي حق صمود هي غير وفية للأشخاص اللي يوقفون معاها نهائيا فأنا الموضوع تشهد عليه الفنانة الكبيرة حيات الفهد فحددنا موعد أنه يتم مقابلة أم سوزان لصمود طبعاً طبعاً بعد ما كانت صمود حاولت الإتصال على أم سوزان ورفضت أن أتكلمها أنا لم أدشيت في الموضوع خليت صمود عدت علي تحديداً حتى والله يتلي أذكر في باركن بنك الخليج في الجابرية خذتني ورحنا لمنزل فنانة الكبيرة حيات الفهد في منطقة العقيلة وقعدنا وتكلمنا لدرجة أنه صمود بكت وأم سوزان عاطفية بطبعها وقالت إن شاء الله العمل هذا يعني إذا تم إخراجك منه كان البيت بيت أبونا إن شاء الله في أعمال قادمة والعمر تدام وأنا رح أعوضك وإن يعني حطت أم سوزان حسن النية ومكسر خاطرها أم يعني حيات الفهد أنا أحس دائما إن الله خلقها أم عندها قلب وحنية يعني تزيد وتفيض على هذه كرة أرضية عظيمة فطلعنا أنا وصمود بعدها من البيت البيت أم سوزان وكل واحد راح بسبيلة أنا أذكر كنت قاعدة أستعد في الصالون كان عندي حلقة قافل فاضل مخرج كبير كانت أم سوزان في الإمارات صاروا إثناناتهم يدقون عليه وتأكد لأم سوزان إن صمود متكلمة متكلمة وقايلة يعني كلام لا يليق في قامة كبيرة نفس حيات الفهد وأنا ما به وميرجان لا تدخلي مرة ثانية مع أشخاص يسيئون لي بالظهر قلت لا أنا أنا ما قبل عليك يا أم سوزان يعني أنا أول وتالي أنت المهمة عندي مو صمود لا لأن يعني أنا بالنسبة لي يعني أم سوزان يعني صاحبة معروف علي يعني إنما طحت في 2011 كنت في العناية المركزة كانت كل يوم عندي كانت تصور يعني كانت تصور جليد في منطقة سليبية وكانت تي توقف عراسي بالعناية يعني فكانت لي أم في وقت اللي كانت أمي فيه متوفي الله يعني يعطيها طولة العمر وأنا دائما يعني أبي أدش أدش بالصلح بس أنا ما أقدر أدش بالصلح باتجاه واحد لازم يكون باتجاه الطرفين وما يصير الشخص يأنا عيبة ويبكي في صالة أم سوزان ويطلع بره يقول كلام ثاني والدليل إحنا شنو اللي تأكد لنا تأكد لنا من الموضوع إن اللقاء هذا محد كان يعرف إلى ثلاثة أنا لأن أنا اللي شيت بالنص وأم سوزان فنالكبيرة حيات الفهد وصمود واتفقنا على إنه يكون هذا اللقاء سري بعد ساعات من خروجنا من بيت أم سوزان ادق علي شي ما علي ادق علي ما منو ما يتشون رحتي ودي تصجق رحتي في بيت فنال كبيرة حيات الفهد ويستقبلتها وما شو خلص ما تأكدنا منو لك يعني لا أعتقد إنسانه بقيمة حياة الفهد ومكانتها تشذب محشومة ام سوزان ولا هي اللي بتدعي شي على صمود أو غير صمود ما تحتاج هي نجمة يتم تسويق العمل بسمها طرح مجرد إنه عدم حتى ينقال الأسامي لمشاركة في العمل بغض النظر عن تحجي إنما يكون مثلا عمل نفس البيت بيتبون لأنه تسير معاها أيضا قمة ثانية وهي سعاد عبدالو لكن تحجي عن الأعمال اللي هي تكون البطلة الوحيدة فيها ما تحتاج ترى للتسويق بأسامي أخرى ينقال إن العمل الفلاني من بطولة حياة الفهد وسلمتم انتهى فكان شنو يا علي العلي حول يفرض صمود في سين من الناس اللي تحول بعدين ريحان أم سوزان رفضت قالت أنا ما أمنع هي خلت تشتغل بأعمال عامر الصباح خلت تشتغل أنا ما نضدها الله يرزقها بس أنا عندي لا ما عندي أنا ما بيها حقي ووصل وصلنا لمرحلة هذه اللي تم بعدها استبدال علي العلي في سائد الهواري ومخرج أمانة جدا متمكن وعنده روح جميلة داخل اللوكيشن عنده رؤية عنده إبداع وهو التعامل مع أم سوزان من قبل في مسلسل الجليب وحقق نجاح في الإخراج وكذلك وعنده أعمال كثيرة سعودية من إخراج يعني إخراجها لصالح شركة الصدف حق حسن أسيري فأنا بسأل سؤال يعني وهو شنو كان سوى الكلمة اللي أقولتهم الشعر الشعر التي قسم الظهر البعير لمياح علي العلي قال حق عمر الصباح خلاص يعني موسوزان ما تتبي يعني مراضية تقبل صمود قال خلاص مو إلا حياة لا يا حبيبي مو إلا صمود لأن أول وتالي صمود ما أعتقد وصلت لمرحلة التسويق هذه موسوزان حياة الفهد وما أعتقد فيه حتى أحد من المشاهدين اللي فوق التنيجرز والمراهقة وإنسان يكون مترضي وعنده ذوق واحترام للآخر إنه يقبل إنه تقال هذه الكلمة في حق فنانة نفس حياة الفهد حوالي خمسين سنة عطاء يعني قالي العلي إحنا ما عرفناك من فترة قريبة و من حقها إنه إيه لما يوصل الله كلمة من هذه النوع أنت تقولها قالي العلي من حقها من حقها تقول أنا ما أوقف جدام كامرته وخصوصا يعني أم سوزان حيات الفهد صحبة مواقف فليأت أنت تكون يعني أنا أنا شو يعني في عندي شغلة أنا لا أجيد الكذب الإعلامي على شاشات التلفزيون في ناس عندها قدرة على قلب الحقائق وترويج الأكاذيب وإنه ما يذكر واقعة ومنه كان موجود وشنو صار وهذا يعني فإحنا نصل يعني عشان شي في ناس ما تحب ما تحب طريقتي في ناس هذا مو بس في الكويت حتى على صعيد قنوات أخرى يعني نفس الأخت وآمن دحماني اللي طالعت لي تقولي أنا دزيت لها إيميل والنبي ما شفتوا والله إيميل إذا هذا صراح وإن أنا كالسد دقائق حولتهم إلى ساعة طبعا قاعدة يعني توجيد الكذب جدام شاشات التلفزيون يعني مو أنا حتى أي واحد قاعد يطالعني يخيديش على اليوتيوب ويكتب مين عيدان ويقام الدحماني ويطلع له ست دقائق يا مفترية تقولين ساعة ليش لهالدرجة فاضية يعني لهالدرجة يعني مثلا ما عندي ساتيلايت مو قاعدة تطالع ما في بكل الشاشات غيرك يعني في ناس شوية ترفع الضغط يلا مو مشكلة خلنت حتى عاد عن شغلة ثانية يوفعت الشغلة دبحتنا صمود كل سنة تنزل بالجرائد بعتزل بعتزل أنا إذا تخرجت بعتزل بعتزل بتخرج بعتزل وزواجي هالسنة بعد هاي في الجرائد هاي دائما زواجي هالسنة أو بعد زواجي بعد رمضان نزل نصري كم سنة تكاعد تقولين هالكلام طب ما تعتزلين في صمت الرهيب يعني بس السؤال يعني من يه وقالت يعني إلا لا تكفين للدنيا لو توقف عليك يا صمود كانت وقفت على شخصيات سابقة إحنا عشنا على فنهم يعني يعني أعتقد الجيل كان يوازي مثلا جيل رجاء محمد استقلال أحمد في منعيسة أنا تحكي عن الاعتزل يعني بديتش الفترة فأنا من أكيد فيه ودي حسين وزهر الخرج وصدر ما اعتزل وكان كوثر الدخيل يلا سفروه فكرنا منها بعد السجن وفي بعد يعني مجموعة وأنوار أحمد وكانت وقفت كانت رح توقف عليك مولو دامت لغيرك لم تصلت إليك أنا ما نكرت فنانا ممتازة بس أنتي بالكواليس أنتش تصرفات غير مدروسة يعني وانتش بالذات عارفيني أن أنا عارف أشخاص من أهلك يعني ومايد أحترمهم وأقدرهم نفس عمك وانت تعارفين هذا الشيء وريال جدا محترم يعني أنا ما أحب أن أضايق أحد على حساب أن أنت يعني تصرفت التصرفات غير مدروسة عموما يلا خلني تحتي في أشياء ثانية طبعا فنان شاب بدر شعيبي قدم سنجل قبل فترة وجيزة تحت عنوان أنا أنا باقي وصراحة ككلمات كلحد كتوزيع رائحة وصراحة حتى إحساس بدر شعيبي كان جدا ممتاز بس أنا حسيت كأن هذه الأغنية مسج حق شخص وهو وايد يحبه ويعزه ولما كان في حياته ومسج حق شخص بين السطور وأتمنى أن يصور الأغنية عموما الأغنية وايد رمانسية رائعة خن نسمع أنا باقي حق بدر شعيبي ونرجع مع مواضيع ثاني من أسف هذا نزاج رنامج سوالي فنذكر حق مذيعة الجميلة والرائعة أكيد قادر زوبي هو طبعا من إعدادها وتقديمها ومن ومن إخراج سنمان خراز طبعا العمل جميل أمانة وعودة موفقة حق قادر زوبي يعني خصوصا يعني كانت قدمت من قبل ليلة خميس وهذا يعني عموما أنا وائد أحب الأعمال أو البرامج اللي يقوم الإعلامي وهو نفسه بإعداد مادة ودائما يكون هنا يعني معطي الأمل حقه أكثر بالمتابعة عكس لما يحط معدين آخرين ويبول يعني كأنه بريند ترى صار شذي شذي يعني تفرق بس طبعا أنا غادر زوقي من وجوه الكويتية في تلزيون الكويت إذا ما تغيب أفتقدها أمانة لأنه يمكن لها ذكريات عند الكثيرين يعني أول شيء هي وجه الكويتي 100% عندها عندها لهجة الكويتية السليمة عندها صوت حنون عندها ابتسامة جذابة يعني فيها مقومات المذيعة الكاملة صراحة غادر زوقي طبعا قدمت حلقتين في سوال فناذكرة طبعا في حلقة كانوا إياها أحمد جوهر وطارق العلي والعقب وكانوا يتحدثون عن ذكرياتهم مع الله شافي ويعافي الفنان الكوميدي ولد الديرة الله يرد إن شاء الله سالم وعافي وقومه بالسلام إن شاء الله حل جميع محبينا وحلقة استضافت فيها عبد المحسن النمر وهذا كان يعتبر اللقاء نمبر وين في يعني في مشوار عبد المحسن النمر في تلفزيون الكويت أنا أمانة حسيت البحث كان في حلقة ولد الديرة اللي استضافتي فيها العقل وجوهر وطارق العلي كانت أثرة من ناحية الذكريات أكثر خصوصا أن أنت يعني مو السالفة يعني طرح بعض الآراء في بعض الأعمال ولكن يعني كنوع من الذكريات اللطيفة تم إفرازها في حلقة ولد الديرة لكن في حلقة عبد المحسن النمر أنا للأسف حسيت أنه كان كان فيه وائد مواضيع من الذكريات عند عبد المحسن النمر كان ممكن يتم طرحها على الطاولة يعني يعني نفس ذكرياته يعني هو أول عمل حقه هو اللي تكلم فيه مفروض أن أنت يعني كغادر زوقي أن أنت تطرحين أفضل أن أنت المعدة فهو أول عمل قدمه كان عمل درامي تلفزيوني كان في العراق كان من إنتاج شركة هلا حق فنان الكبير أحمد الصالح ونجدات المحتسب في ذاك الزمن وهو بروح قال يعني حنا سوين هناك العمل وكان وياي حتى حسين مفيدي قاعدنا تدربنا على الخيل كان فيه أعمال ثانية هي اللي حققت أو دزتها نحو البطولات نفس مثلا آخر العنقود كان من إنتاج برامج برامج مشتركة وكان فيه نخبة كبيرة من الفنانين سواء من الكويت أو من الخليج وهذا يعني هني هذا العمل صار عبد المحسن النمر نص طالع بشكل مختلف عنده يعني أعمال وايد كان لها بصمات في مشوار ما تم ذكرها بس تم اختصار الموضوع يعني أعماله ويا محمد دحام وطبعا كان من تأليف حمد بدر اتصالين من الاثنين يعني مشهد مشهدين يعني من أعماله يعني يعتبر يعني خلال ساعة ونص فقط مقطع يعني أعتبر شوية عكس كان حلقة ويدديرة اللي كان فيها يعني كثير من الذكريات لكن طبعا أنا ليعتب على الفنان طارق العلي يعني مشكلة طارق العلي لما ينيابه معاه مجموعة يصير يعني كأنه مسرح يبي يقطع فهات ويضغط هذا ويسوي هذا وما يقعد راحة ويعقب وما يخلي واحد يتكلم وقالها إحمد جور قالها خلين بخلينا هذا انت حجة ومره وحده نقزله يقوله انت لو انت عاد لما تموت أنا بسوي لك جنازة نفس الصباح ونقعد نشير ونشدخ فيك نزين وبعدين يرد على العقو لا بشت الوزير صارت بشت المدير بعدين شاء الله هاي الرقابة ما ش الكلام عند العقل خليه يتحجه مشكلة يعني بمحمد هذا الفنان الجميل رائع انه مرات في بعض اللقاءات يصير كأنه طفل كبير يبي يلهو ويلعب ويتغشمر ويضحك مع هذا وكأنه ما في شي يفصله كأنه قاعد بدوانية مو كأنه قاعد في تلفزيون يطرح بعكس ما أنا شفته في لقاء ثاني بعدها يعني اريحية غادر زوقي وجلستها المريحة خلتها ياخذ حدود اكبر بغض النظر وهو عجبني أنا قال كلمة وايد عجبتني لما قال عن ولد الديرة قال احنا كلنا مقصرين في حق ولد الديرة يعني هو فنان تعب وهذا يعني سالفته ان الانسان يزور انسان مريض هذا بحذات ترفع معنوياته وقال احنا نعترف ان احنا مقصرين حلو الاعتراف هذا حبيته أنا صراحة من طارق لألي بس أمانة كان يعني ما في يعني سيطرة على طارق وفي حلقة عبد المحسن نمر كان تقريبا يعني المحاور ما كانت قوية وتم اعتماد على ان يعني شنو المعلومات اللي يثري فيها عبد المحسن نمر الحلقة وانا اكد ايضا على كلام ان انت يعني يعني غادر زوقي ما في احد يختلف عليها كمذيعة كويتية يعني يحبونها مو بس في الكويت ايضا في الخليج وهي انسانة عموما حبيبة وجدا راقية ورائعة ونتمنى لها الكثير من النجاحات انا اريد اقول ان غادر زوقي من الوجوه التلفزيونية الجميلة اللي عندنا لما تختفي ومرات ترى ها يعني ام محمد الموضيعة غادر زوقي مرات تغيب بالسنوات وتغط علينا وانحنا هني نفتقدها ونتمنى نشوف يعني مزيد من النجاحات خلنا نشوف مقاطع من الحلقتين اللي في برنامج سوال فينا ذكرى ونعود مع مواضيع من نأس بعد المزاج عمر ان هذا شيء زين بالنسبة له خصوصا يعني هذا مو كلامي هذا كلام العلم والطب ان المريض لما يحس بحالة نفسية ممتازة تتعدى صحته شوية النفسية نص العلاج نفسية فعلا نص العلاج فهذه فهذه أشياء جميلة وبادرة حلوة متفزن الكويت انه يقدمون هاي الشغلات هذه مشكور وشكرا أيضا لمشاركتك سهلا سهلا احنا طبعا ذكريات كثيرة والسوالة في كثيرة واليوم عندنا ليس ساعة ثنائش ان شاء الله قاعدين مع بعض ونتذكر هذي ذكريات ينامون لا قاعدين اليوم قاعدين ويانا بس أيضا يعني ما ينقص لما نتكلم عن ولد الديرة ونتكلم عن طبعا المسرحيات الجميلة هذه اللي قدمتوها مع بعض كل منكم اشتغل معاه وفيه أعمال جمعتكم كلكم مع بعض لكن الكاتب الكبير أيضا محمد الرشود لبصمة كبيرة في تاريخ ولد الديرة نشوف مع بعض ونمسي بالخير على أبو صقر وخالد عنده شغلات يخرق فيها الواحد خوصا بالظلمة داعشين بالليل وداعش وعلم أنه آنب ويهة هو عبال أخو محمد لأنه دائما نسوي فيه مقالة فعنده طريقة عزكم الله وكرم الله السامعين ومشاهدين وكرم الله خالد أنه الموضوع هو عنده لنبح سوي حماوي طريقة يخبص لجدامه فهو على دزة باب توماني وإلا طرعب أعطيه واحد شربا طرق اشتراري من الخير اشتراري هذه على سالة نبحة ما نبحة أيام الغزو الله يسكر أبنى بلخير الخالد يا ابني عنده في البيت يعني شوف لما يقول والد زيرة وطني وطني صج يعني ضيال ثابت وكان قاعد وكذا فهي طوال لم تجاب الشارع قال لي مش نروح البيت قلت يا الله ورحت فولى بيت عود عود بلية مالذي قاعده بروح فيه كنتي خالد ما تخافه بروحك كنين وفيه عراقيين يعني حوالين ما عليك ما عليك ما عليك حتى يقرب صوفي بيت محجور يقبون علي بقول قال لا ما عليك المهم قاعدنا وغير شهن سوع واحد يمر حلاقي اذنين قاعد شوف شوف تاعة تاعة شوف وووو نباح عليه و الاكدوس! و قالنا هذا المسرح ماذا يافعله حالس! يقول أنه عبد الله هل عزلي؟ في المسرح كلها سوف يفعل ذلك، حالس! و هكذا، و ما ننتظر، إلينا ما ننتظر وانك عشبك مانا يقبت للمدير كعشبك تروع قال практиك لا توقع بنينباح عليك و قالت ما شئ اما أنا وزيراً، بلعت ماذا دور وزير له seventhNA ومدير و إن شاء الله نصير وزير والمدير قالت بشت الوزير رضا أنا قاله ما يجوز تسير وزير خالد حبيب خالد حبيب جدا راقي راقي وحبيب وقلبه أبيض واللي بيده موله في طبع يعني لو يكونوا بيده عشدانانين ولا ألف دينار ولا ألفين دينار مو بيده ليه مشوا يعطي يعطي هذا يشجير حق هذا يعني ماكو يومين تراثه جدا كريم أدل حدود خالد أكثر من شخص كان لها السال لا أخلوك وبعدين يقلبه باللسان ما يحب قلبه يعني إذا يذكرك والذي علم منك يبين علي علم ما يزعلونه ما يزعلونه يعني مو عشان بن جاملة هذي حقيقة عشر ناعي ويا خالده خاصوا من مسرحياتنا في الولاكي قعد نمكو نفوق سنة أو نص قادير نعب في المسرحية ليل ونار إحنا ممار فتا عارفة قال عارفة قال عشرة قال عشرة قال ما عشرة قال ما عارفة ما عرفت إحنا عشر ناعي بكل صغير بس أنا يننا على فترة أنا إنت الواحد من يننا إنت إي أنا حكرة في المسرح بشت المدير وحكرة عند الله يرحمها خالتي أمي في البيت فيتورب مصابقين إيه معاهم شبه خالد في ميزة حلوة على المسرح خالد فيها تقوية جدا يعني يطرفه وعندك رزمة قوية بس أمر ما تلطب بلط مو زين يعني هذا الفنان الوحيد لأنا أمان تأله يعني أن الرجل هذا ماشيت منها قابت كلمة مو زينها المسرح يعني ما احترامي حقباظ الفنانين يطرون شد تخصدني آن وراء والله اللي على غاسة برطة شد كنت تخصد صارت صارت حانا أنا بقavoغدك يمني نحن نتكلم عن بداياتك أبي أتكلم عن طفولتك أنت من مواليد الأحسان صحيح نبي نتكلم عن نشأتك في بيك المنطقة وأول زيارة لك للكويت متى كانت؟ أوكي أنا طبعا من موليد الأحساء لكن ما عاشت في فترة طويلة يعني مرتبط ذكرياتي في محيط البيت يعني طبعا أنا من الحساء وإحنا صغار وعلي طبعا يعني شونا قلتشيها هي النشأة وبعلاقتها بالمسرح يعني من ألعابي وأنا مسرحي أو لعلاقة بالتمثيل بالدراما يعني يمكن حتى ألعابي كانت مختارة بعناية اللي شيلة علاقة بالخيال والأشياء خلينا نتكلم عن أول زيارة لكويت أول زيارة أول مرة توصل فيها للكويت طبعا هو الكويت في ذاكرتنا طبعا في ذاك الوقت بالذات يعني مرتبطة بالأعمال الدرامية مرتبطة بأشياء نشوفها بالتلفزيون فقررت أنا ويا ربعين جي زيارة لكويت كنا صغار جينا كنت أشوف كنت أتوقع أن أنا أول ما أدخل لكويت أشوف الممثلين أشوف عبد الحسين عبد الرضا أشوف يعني متوقع الداش بيتنا عارفة جي طبعا شفت لكويت هذا الكلام يمكن في السبعينات ما تغيرت علي وايد يعني الروح اللي بالكويت تغيرت مبالي تغيرت أشياء بس الروح واحدة ما تغير شيء يعني الريحة واحدة الهوى واحد جميل تعدي وايد خلو طبعا وصلنا إلى نهاية وقت برنامجنا أتمنى للجميع إن شاء الله أن يكون جبت الحلقة أقول لكم تصبحون على خير نلتقي إن شاء الله بـ 2015 أني ما رح أقدم الحلقة لأنه عندي مراجعات طبية وعلى أن نلتقي في 2015 في حلقة جديدة ويمكن تكون فيه فقرات بعد يديدة في البرنامج أقول لكم تصبحون على خير وأشكر صالون أرت ستايل على الميكب اليوم والشعر ونلتقي في حلقات قادمة من أسف هذا المساج تصبحون